ولكن في النهاية اللي بقوله لك انك داخل على مطحنة المطشوات بقى داخل على تشامبينز ليج داخل على كاس عالم وصل لي اوكلين سيتي وصل لي فلامينجو البرازيلي وصل لي ريال مادريد الاسباني الوداد هيكون مشارك طبعا بصفة المصادف للبطولة فاضل لسه اعتقد اللقب الذي لم يحسب بعده هو لقب بطل أبطال أسيا فبالتالي انت داخل بطولة وعينك على يعني عينك على تروح لبعيد المرة دي هتبتدي من الدور التمهيدي مثل كل مرة يعني النهاردة انت بتبتدي من الدور التمهيدي فغالبا هتواجه اوكلين سيتي ولو فست على اوكلين سيتي غالبا هيتحط في طريقك الوداد عشان يبقى فريق واحد بس يوصل من افريقيا ده لو تجاوست عقب اوكلين سيتي فبالتالي انت عندك مشوار صعب جدا فكنت محتاج تقف وقفة مع نفسك واعتقد ان وقفة لابد انها وقفة مرتبطة بقى بتقييم مستر كولر للعابين توظيفهم تطوير مستواهم احتياجات المركات والحقيقة ازداد اهمية بشكل كبير جدا واعتقد انه بعد عقود الرعاية الضخمة لابرامها النادي الاهلي وبعد المكسب المادية اللي جات من مشاركة العابي الاهلي في كاسر عالم سواء علي معلول او بدر بنون وبعد وبعد خد بالك مشاركتك في كاسر عالم تترجم الفلوس تترجم لارقام مشاركتك في دولة الابطال تترجم لارقام كل ما بتروح لبعيد كل ما الرقم بيزيد مشاركتك في السوبر ليك بتترجم لارقام فبالتالي اعتقد ان فلسفة الادارة وشركة الاهلي لكرت القدم ولجنة التخطيط في النظر للمركات الشتوي هتختلف جملة وتفصيلا بعد طبعا اعلان عن خبر مشاركة الاهلي في النسخة اللي جاي من كاسر عالم الاهم من ده انك انت عندك مطشوات صعبة وبالمناسبة خليني اقولكم بكلم شوية ان مطش فاركو يوم التلات اللي جاي عندك بعد فاركو عندك سموحة عندك بعد سموحة هتلعب مع السيراميكا ثم تواجه بيراميدز ثم تواجه امبي ثم المصري كلها مطشوات تقييلة بعد المصري هتسيب الدوري تلعب سموحة تاني بس المرة دي في الكاس وترجع تقابل الزمالك ومن مواجهة الزمالك خد عندك بقى هتبقى مشاركتك في كاس العالم اعتقد ان مطشوات الاهلي تطلع الاولى في دوري الابطال هتتأجل شوي لانه هيكون عندك البطولة محددة لها انها تكون العشر تيام او الحداشر يوم الاوائل من شهر فبراير وبالتالي مطشوات الاهلي في التوقيت ده في افريقيا هتتأجل ويشارك الاهلي في بطولة كاس العالم ونأمل ونتمنى ونحلم نحلم بان احنا نوصل لبعيد يعني اتمنى 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 ان النسخة دي تشهد وصول الاهلي المبارنة هاي وكل جماهية النادي الاهلي تتمنى ده ومن بعدها ترجع تلعب في دوري الابطال هيبع عندك ضغط مباراة الاصابات ملف الاصابات الحقيقة برضو واحد من الملفات احنا ما بزناش مجهود كبير وكان فيه فترة راحة سلبية طويلة جدا قبل الموسم ما يبتدي وبدأ الموسم بشكل طبيعي وماعتقدش انه كان فيه تلاح ومباريات يؤدي الى حالة من حالات الاجهاد التفسر عدد الاصابات اللي موجودة فيه عندك متولي تصاب عندك ديانج عندك طاهر عندك حمدي يعني كل دول العيبة تعرضوا لبرسي تاو طبعا عند الاستفهام في التوقيت ده بعد ما ابتدى كان يشتغل معك فانت كل الملفات عندك محتاج انك انت تبصلها بشكل سريع جدا تعيد ترتيب اوريك بشكل سريع جدا تستعد وتعرف طبيعة المرحلة اللي انت داخل عليها كل دي حاجات بالنسبة لجمهورنا دي الاهلي على ما تستفهام وعندي كلام تاني يتقال واتمنى ان احنا بسرعة نقدر يعني نلم ورقنا بسرعة جدا قبل طبعا ما نرجع نظهر تاني في مباراة فارك ويوم التلاتة اللي جاء